صباح الخير لكل المشاهدين منقلع سوا بأسبوع جديد وبنهار تنين رمزيت وفير كبيرة لأنه إذا نحن منحط منهجية للتمرين تابعنا منقول إنه التنين لازم تكون لازم مفترضاً أول تمريني بالأسبوع مشاناك إذا منقلع قوية منكون دايماً عام نكمل الأسبوع تابعنا بطارية قوية أنا مثلاً نهار الأحد دايماً بيأخذ وليكون عندي أوف من التدريب الرياضي لريح جسمي لا أرجع أقوى للتدريب لكل الناس يلي بالويك أنز هلأ معودين على يعملوا ريكريياشن يطلعوا يعملوا هايكينج يعملوا بايكينج لازم تنتبهوا إنه درجات الحرارة عم بتكون عالية الشمس عم تكون كتير قوية مشاناك الشغلتين بركة لازم نفكر فيها أول واحدة إنه نختار الساعات يلي بعد الشمس والحرارة ما تكون مرتفعة تاني شغلة إنه وهيدا عم بحكي أنا لغير الصائمين أكيد يدل يتركوا عضلات جسمون هايدريتا يشربوا وقت بطريقة منتظمة كرميل ما يقعوا بأي مشكلة صحية اليوم لحنا تشارك أنا وياكم بحركات العضلات أسفل الجسم بدي فرجيكم صورة لما أحكي لو أرباضي مصر زعن شو بكون عم بحكي عم بحكي عن عضلات بالميلة الأمامية من الإجران وبالميلة الخلفية يدولي بألف ومجموعة متداخلة بتخلينا نعمل الحركات مش بس رياضية الحركات اليومية تبعيتنا أكيد من إنه نمشي نقعد نوقف نطلع الدرج نعمل كل الحركات يلي منقلها وظائف حركية لحبلش بأول حركة حضرت شوية أكساساريز يلي عم بيحضرنا بعضين بده يرجع يشتغل لحاله ممكن هيدا البروغرام لح ترجعوا تشوفوه على أمين دي بلي أف متل العادي هيدا السوركت يلي لح نعمله لحبلش به سكوات تكنيكلي لحكون عم بعمل هاف سكوات لأنه حاطت تحت البنش كرمية اللي قدركون عم بعمل سابورت لحالي عشر مرات مع تلت بالآخر الهبس طبعولي بعملهم تلت لقدام تلاتة أربعة خمسة معت دايما مشدودة ستة سبعة تماني تسعة عشرة منتقل الحركة التانية اللي حتكون هي أصعب شوي الحركة اسمه يعني بدي أعمل ممكن يتراوحوا مبين درجة صغيرة ودرجة أعلى هايدي تقريبا أنا في يقول عنا بركي خمسين سنتيمات لح أعمل ستاب على البنش من هوني فول فوت عند ستاب لما قطل على فوق أعمل تاب بالإجر التانية بنزل لتحت بترك إجري فوق كمان عشر مرات معدة كتير مشدودة تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة على مهل تماني تسعة عشرة أكيد في أعمل على الحركة في أحمل بأيدي في أحمل متل ما كنت عامل بأول حركة في ممكن زيد وزن على الحركة لتزيد من صعوبة وعلى الحركة من هون شمال واحد اتنين تلاتة دايما معدة مشدودة أربعة خمسة ستة سبعة تماني تسعة وعشرة بنتقل لتالت حركة لحشتغل على العضلات من الميلي الداخلية من هون شوفوا كيف وضعية جسمي اللي دايما أنا بحكي عنها ولا مرة طلعت على الهواء وتشاركت حركات رياضية معكم ما حكيت بداية عن وضعية الجسم دايما لحقول وضعية جسم خاطئة بتأدي لأجزيكيوشن أو تأدي تأدي حركة خاطئة وبالتالي بتخلينا نعرض حالنا لا خطر لإصابة نحنا أكيد بغنى عنا من هوني بعمل أنا وقاعدة برشر لقدام لشوه برجع بفتح اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كمان خمسة واحد اتنين ضهر جاليس ثلاثة أربعة خمسة معدة دايما مشدودة بنتقل لحركة تالتة لأنه إذا بدنا نتكامل بالحركات كل عضلات الإجرين لازم نكون عم نتشغلوا لح أعمل حركة للا كافز واتحكي كافز بطات الإجر مش ضروري يكون حامل الكورباك فيه يكون حامل دومبلز أو فيه يكون حامل دومبلز من هوني أو مدسنبول أبلفو لحطلع على روس أصابيعي اتنين ثلاثة لحفرجي يكون إياها من ورد كيف عم تشتغل الحركة ثلاثة 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 أربعة خمسة جيدا لحرجع على الأول ولكن بما أنه معي المدسنبول كمان فيه زيد صعوبة الحركة وخليها ضيف عليها قصص خليها تكون بركيه أصعب شوي مثل هلا الشي اللي حعمله لحزيد بالنس فيتشر على الحركة من هوني بضبط دايما وضعيه جسمي قبل ما بلش بنزل هاف سكوات لتحت and then up لفوق ترجمات الناس 2 3 4 5 6 7 8 ناين انتن طبعا اذا انا بزيح لبرة بهالطريقة صرت توطلي عم بخلق دفرنس بالحركة يعني بطل عندي سابورت تحت جسمي صرت انا عم بنزل من هوني سكوات عم برجع اطلع لفوق اليوم هيدي الحركة اكيد اصعب من الاولي خليني اذكر انه هون كمان اذا بدي زيد الصعوبة مادا سنبول من هوني بعمل ستاب اوب صار فيه ثلاثة كيلو جرام اتقل هلق مع جسمي اكسترنل ستملس عم بيطلع لفوق اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بغير اجر بذكر انه مش نص الاجر برا كل الاجر على الاستابر اللي عم بطلع عليها واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة ستة ننفس مليح سبعة ثمانية تسعة عشرة جيدة لكل الناس اللي عم بيشتغلوا معي ويلي مش عم بيشتغلوا معي قوموا على الكاوتش وخلينا نبلش نحط نيو ستاندرد للشغل تبعكن نيو ستاندرد يعني تطلعوا من محل ما بتكونوا فيه بتتمرنوا لمحل بتكونوا اكتر بتمسوا الرياضة صحيا مهم كثير لالكون one two three four five six seven ايت ضهر جالس معدي مشدودة eight nine ten one two three four 5 ازاي بد痠ت حركة كمان للناس اللي مثلا ما عندندون فتنس بول بس عندهم رابر باند مثلا هيدا اوبشن كمان فيه يكون عم بشتغل عليه من هون سبت الربر باند بمحل سابت منيح كنت عم بعمل هديك الحركة انا وبسيتنج بوزيشن هلا انا على اجرية واقف ومن هون بعمل 1 2 3 4 بكمل 5 او مع تاب هون للي بشوفوها كتير بدا بالنس لتعملوا هيك you can tap and come back 6 7 معدي مشدود دائما 8 9 and 10 وبغير لتاني اجر من هون كمان نفس الشي 10 مرات and we go that's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 هاي للمجموعة من الناس منكن اللي عنده رابر باند وما عنده فتنس بول برجع بذكر مهم كتير يكون عنا شوية اكساساريز كرميل يكون عنا اوبشنز اكدر للتمرينات تابعولنا من هون هلأ اجرية حط بعضون بذبط وضعي جسمي 15 مرة واحد معدي مشدود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة five more واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كمان ازا بدي نوع لحروع على لاجريزز هون لاجريزز بركي اكتر شي فيجولي الصبايا اول شي بتعلمون لما يكونوا عم بفكروا بلور بادي كالتشر او لور بادي ترينينج مش لحعملون على الارض لحعملون على البانش الركب هون اتحدى منيح اجر جالسة لقدام up and down two three four five six seven eight nine ten five more واحد اتنين ثلاثة اربعة اربعة الاجر جالسة والركبة بتكون عاملة اكستنشن على الاخير بمعنى انه الاجر بتكون جالسة على الاخر لقدام لحارجع من هون كمان up and down واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بورفكت ولا مرة قلت انا عم بعطيكم حركات انا دايما بقول متشارك بالحركات تسول انا عندي ايمان كبير انه ولو حتى خليت بكل حلقة او بكل ساشن واحد او واحد منكن يقوموا وشاركوني الحلقة هادي شاغلي بتكون مهمة كتير بكون نجحت بالمهمة تبعيته لنرجع للمدسنبول وللهاف سكوات اللي كنا عم نشتغله على البنش كمان فينا نعمل ازاباتكن هيدولي كلهم اشي او خيارات فيها اعطيكن اي هون لتعدلوا دايما بالحركة لتنقوا ايها اللي بتنسبكن يعني كنا عم نعمل بيه قبل بمرة بهالحركة عم بعمل حاف سكوات داون انا عم بطلع عم بعمل اوبر هاد بالمدسنبول هلأ لحق لبلة تحت انا وتحت هون اوبر هاد اوبر هاد او بانداون تو 3 4 5 سيكس سبن ايت تو مور ناين تن تن لفوق هيك منكون نحنا دخلنا على اخر دقيقة لحكمل عم بعمل بس انا بدي اقلكون رياضة شغلة مهمة جدا لح ارجع عيد حكياتي كل مرة رياضة هي مرادف للصحة مش بس للشكل الجميل الشكل الجميل هو نتيجة طبيعية للعرق وللأفرت وللمعلومات اللي بتتداولوها خلال تمرناتكم الرياضية ولكن الصحة هي الهدف الاساسي لما يكون عنا صحة منيحة شكلنا كنتيجة لحيكون حلو انا لحشوفكم الاربعة بنفس الوقت حامل معي كمان حركات رياضية بتفيدكن وبتفيدني اكيد جلل اللي قوة انقبال travel اشتركوا في القناة